موسيقى الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في حلقة وستهرة توثيقية جديدة هذه المرة في رحاب وسوح الطريقة الخلوتية الأثر الباقي على الأرواح والأثر الأبقى في فعلها والفعل التدافعي من أجل صناعة واقع جديد في العالم الإسلامي بدءا من التأسيس الأول في بغداد ثم الحجاز ثم الشام ثم مصر العربية ثم السودان هذه الرحلة سعيد أن نوثق لهذا المعنى المعرفي الخلوتية وبعد ذلك تفرعات نقشة بندية والقادرية إلى أن نأتي إلى مدرسة الخلوتية في السودان ورأس الرمح والمعرفة والتأسيس فيها إلى العارب الله الشيخ الواصل الشيخ سيدي الشيخ أحمد طيب نول بشير راجل مرحي أنا سعيد أن أكون أن يكون معي في هذه الرحلة التوثيقية في الطريقة الخلوتية على مستوى العالم التأسيس الأول سيدنا الخليفة الشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد صالح ابن الأستاذ محمد شريف حفيد العارب بالله سيدي الشيخ أحمد طيب بشير رجل مرحي وسعيد أن يكون ضيفي الثاني الشيخ مجاهد أبو المعالي الشيخ الطريقة التجانية في شرق كردفان أنا سعيد أن أرحب بهما في هذه الحلقة مرحب بك سيدنا الخليفة بالرحيم في حلقة هذه الخلوتية وتاريخ المعرفي والسياسي أهلا بكم في هذا اليوم ونسأل الله أن يعيد علينا رمضان بالإمن والبركات وأن يجعلنا جميعا بصحة وعافية ويكرمنا ونحن في السودان بالأمن والاستقرار آمين 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 هذا التوثيق إن تجوزوا منه نحن نتكلم عن الكل كله لكن الكلية لا تنفصل عن المدرسة المؤسسة الأول آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك آآ الخلوتية وأفتكر بأنه دي يعني كلام جديد وكلام مهم جدا نعم أن يطل عليه الناس أيوة أيوة لما تقول خلوتية جمعت فيها كل الطرق تقاد طريقة القادرية طريقة النقشبندية والطريقة السمانية ولذلك تجد أن هذه المسألة لا تنفصل عن بعضها في السودان ولا شك أنها يعني أخذت آآ كل طريقة من هذه الطرق موقفا محددا ومشاركة كبيرة جدا وفي نهاية المطاف ما انفصلت هذه الطرق عن بعضها صحيح والتوصيب بالنسبة للطريقة الخلوتية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر وضوحا للناس باعتبار الخلوتية تجمع كل هذه الطرق وهذا ما يجب أن يعلمه الناس جميعا في السودان في القادرية والنقشبندية والخلوتية وتجد أن التداقل الموجود يقوم في المعين واحدة تنتجب أنها في النهاية الشغط القادر الإيلاني صحيح ومن ذلك تجدنا نحن جميعا في السودان بهذا التغارب الروحي وفيه كم مشاركات كبيرة بالمسألة المتعلقة بالترابط والعلاقات الرحمية الموجودة على مستوى السودان نعم ونحن ننظر لهذه المسألة بالنسبة للسودان وننظر في إطار النقشبية كما ذكرت نجد أن الطريقة القادرية أخذت في السودان منحة كبيرة جدا واخذت زمنا طويلا أسست فيه مدرسة مدرسة ذات بعد ذات سقل نعم وزار كونزة أن جاء البهاري للسودان واخذ عليه الطريقة مقادرية مجموعة من المشايخ صحيح بدأا بالشيخ محمد الهميم الصادق نعم والشيخ محمد بالنقا والشيخ الكبير والشيخ عبدالله العركي وهنا يبقى النقف لأن الشيخ عبدالله العركي حينما جاء الشيخ البهاري كان رجلا عالما صحيح وقد درس على الشيخ ابراهيم البولاد وكان الموجود أن هذه الطريقة تتم بالزبع وكان في خيامة موضوعة وكان كل ذلك يخش ويتم ضبع خروف ما إلى ذلك المهم الشيخ العميم قال لنا والله إن كان هذا يوصي لله فما في ماني فدخل واخذ الطريقة وبعده الشيخ محمد وهي ظن رمزية لزبح النفوث نعم جاء الشيخ محمد بناء قال أنا والله تورن يعني أكمل كرة عمري 60 سنة فيأخذ الطريقة ولما جاء دور الشيخ العجيب المنجلو قال صلح الخجر وقال لنا والله كان عايز يقضي عليه أقضي عليه قبل أن يقضي عليه نعم ففعلا دخلوا في النهاية تم الزرف وحتى يمكن قال له الشيخ البوهاري قال له والله أنت صلاحك مفهوط حدك كثير من الذين يعني من حتى من أبناء الشيخ العجيب المنجلو ما أعرف أنه ما تكون وين وما أعرف الدبق وين والعزارة صار موجودة يعني نعم يمكن من الحاجات يمكن من الحاجات التي عملت أخيرا يمكن الرئيس البشير مشبهنا فيه ضريح وعمل له حاجات وجدد المقام بتاعهم إلى ذلك طيب جميل نحن في هذه المقدمة أخذناها في التأسيس الأول في أنه هي الكلية الواحدة نحن إذا جينا شيخ مجاهد إلى قضية التأسيس الأول إذا قلنا الخلوتية المؤسس الأول اللي هو معاصر الشيخ عبدالقادر الجيلاء نعم الطريقة الخلوتية ونحن اليوم نتكلم في حضرة مولانا وشيخنا الخليفة الشيخ عبدالرحيم الشيخ محمد صالح ابن الأستاذ خليفة مغام سيدي شيخ محمد طيب وشيخ الطريقة السمانية في العالم الإسلامي وبالضمن السودان فالطريقة الخلوتية تفرعت من ضمن الطرق التي تفرعت في القرن السادس الهجري يعني بعد 500 نعم ومؤسسة الأساسي والذي تفرعت عنه الطرق عديدة هو أبو النجيب السهروردي عبدالقادر السهروردي وهو بكري البكري القرشي وهو شخصية من العرفاء العظام توفي 563 في بغداد ومدرسته هذه تفرعت عنها الطريقة الخلوتية ابتداء فمن أصحابه ومن تلاميذه نشأت الطريقة الخلوتية وأول من ذكر وعرف بالخلوتية هو الشيخ محمد نور الخوارزمي المتوفى 656 هجري وأبو النجيب توفي 563 أي بأنه تبلورت الطريقة الخلوتية في خلال مئة عام وأصبحت منفصلة عن الطرق الأخرى التي تفرعت عن أبو النجيب السهروردي البكري البغدادي المتوفى ومتوفى في بغداد وهذا الشخص هذا الشخص محمد نور الخوارزمي وخارزم من طاجكستان أو من وراء النهر أي من آسيا الوسطى آسيا الوسطى المتحركة إلى الهند في وراء مناطق خراسان وإيران وطاجكستان وأول من حمل الخلوتي هو جمال الدين الخلوتي عمر تلميذه وسميت بالخلوتية لأنها تميزت بخلواتها وطريقة الأخرى أختفط في الإسناد هو الطريقة الجلوتية والتصوف دائما من الخلوة إلى الجلوة فهؤلاء لا يأخذون بطريق الخلوة ولكن الطريقتان مترابطتان إلى حد بعيد بوسط مشائقهما الذين ينتهون جميعا إلى أبو النجيب السهروردي نعم طيب التأسيس الأول نقول تم وبعد ذلك وصل إلى الحجاز ولا إلى الشام لا هي في نفس الوقت في ذلك الوقت حينما تأسس هذا التأسيس ظهرت الشخصيات العظيمة في داخل المدرسة العباسية الصوفية وهذه نشأت في زمان السلطان الناصر أو الخليفة الناصر العباسي الذي حكم 47 سنة انتهت في 623 أو 1225 ميلادية أو 623 هجرية وهذا الرجل استطاع أن يغضي على السلاجغ الذين كانوا يبتزون الحكم لصالحهم يعني مجموعات من الضباط والقوى الأجنبية التي جاءت من الأتراك التي جاءت وانتزت على الحكم وأصبح الأمر العباسي كله بيدهم وهو غضح على السلاجغ تماما وأرجع الملك في هذه الـ 47 عاما إلى حقيقته الأولى حينما كان الرشيد وقبل المهدي وقبل الهادي والمهدي والمنصور والسفاح أي العزة التي كانت في ذلك الوقت الأول بحيث أن الخلفاء كان بيدهم الأمر فهذا الرجل جاء وفي أول أيام حكمه تحرر بيت المغدس يعني هذه المسألة مهمة يعني بيت المغدس تحرر في أول زمان الناصر بوسط صلاح الدين وبعد ذلك هو أعاد التنوع حيث أنه وزراء الأساسيين ورؤساء الوزارات كانوا من العلويين وكانوا من الشيع الإماميين برغم أنه هو شافعي ثم أعاد النقابة العباسية وعاد النقابة العلويين ونقابة الطالبيين في بغداد وفي البصرة وعادها إلى الطالبيين أنفسهم وفي عهدها أيضا ظهرت المحتزل مرة أخرى وأهم مرجع شخصية أساسية هو ابن أبي الحديد المحتزل لشارح نهج البلاغة كل هؤلاء ظهروا في زمان الناصر العباسي هذا الظهور في زمان هذا السلطان أو هذا الملك الذي أرجع السلطة للعباسيين وإلى الحضارة الإسلامية المتنوعة بكل مذاهبها حتى أنه يقال بأنه قضى على السلاجغة بواسطة بعض القوات الإسماعيلية المذهب الإسماعيلي ولذلك نقول بأن هذا السلطان متنوع جدا وعاد الحيوية إلى إلى السلطنة العباسية وإلى المملكة العباسية ولكن هذا الذي دعا بعض الكتاب شيخنا في إنه يقول إذا أردنا أن ننظر إلى من حربت المقدس أن نقرأ الواقع الذي تمت فيه قبول التنوع ولمداء يعني نقرأ الواقع الأنتج صلاح الدين وجيله صحيح مشى الفرد الواحد صحيح لكن هذه المسألة جعلت هؤلاء المشايخ العظام يعني في المئة السنة قبل يعني هو لسوء حظه الخلفاء الذين جاءوا من بعده ضعاف وانتهت المملكة العباسية والخلافة العباسية في خلال 25 من وفاته يعني 30 سنة وانتهت تماما أنا حطمها التتار ولكن كان ذهب بسلطاته بعيدا يعني وراء إيران وفي داخل السورية وفي صرف السورية الشرقي وفي العراق وأعاد الروح الأودى التي كانت عليها الجماعة المسلمة ولكن هذه المسألة الحراك نفسه يعني تحول الملك في بيوت العباسيين والبيوهيين الزيدية والسلاجغة السنة الأشعارية وظهور صلاح الدين كأسرة منفصلة وظهور الحمدانيين من قبلهم وظهور الأسديين في منطقة الحلة وظهور الخوارزميين في منطقة خوارز حذا بالصوفية إلى أن ينظروا إلى شيء أساسي بأنه يمكن لنا كصوفية أن نغير النظام وأن نستلم الحق يعني هذا الذي حدى بهم هذا الضحف الموجود هذا أول حركة أو فعلي تدافع سياسي للمدرسة كانت عنده جذور سابقة لكن تجلى في هذا الوقت لأن الجيش بتحسي صلاح الدين كان يتكوى من القادرين ومن الرفاعيين الجيش نفسه أكثر شيء برس فيه السلطان أو الخليفة الناصر العباسي أحمد هو إقامة الرباطات الصوفية وأنشأ نظام الفتوة اللي هو الخلاوة والرباط يعني دمع الرباط والخوانق والزوايا أيضا الخانقاء لفظ فارسي للتكية والزاوية التكية التي تبنى نعم ويكون فيها متعلمين نعم ويكون فيها متذربين عسكريين وهي خلوة صوفية في ذاتها نعم وتخرج مجموعة من المقاتلين المجهزين العارفين يعني المكودرين المنظمين العارفين بزمانهم والمقاتلين والجيدين في القتال وفي الفروسية مع إخائهم الصوف القوي يعني أهم وحده أهم خانقاه أو زاوية أنشأها لصاحب عوارف المعارف الذي وفي بعده بقليل في بغداد أنشأه له السلطان أو الخليفة الناصر العباسي أحمد صاحب عوارف المعارف السهروردي عمر ابن حفص هو من سلالة أبو النجيب السهروردي توفي 632 هجم يعني هذا نحن لمستوى التأسيس الخلوة نعم وبعد ذلك حاني نحن بعد ما نمشي نسمع واحدة من الأمداع حالي الميلة في مفتتح هذه الحلقة للتأسيس الثاني نمشي نشوفه في مصر نشوفه الفعل نظل في بغداد حتى ننظر التأثير السياسي الذي غذى هذه الطرق وأصبحت عندها نزحة سياسية حيث أنها وبعد ذلك تفرعت علي تقلال أقل من مئة عام من وفاة الناصر نشأت ممالك إسلامية من مدرسة أبو النجيب السهروردي ومن الخلوتية فضل مولانا نسمع مشاهدين الكرام واحدة من المدايح في بداية هذه الحلقة التوسيقية للخلوتية والفعل والتأثير الروحي والسياسي ونعاود حبارنا بالردن حدد جمال درجتهن بإلباك جافيت الوطن للغالفم شباك نومي يا القرمة أصباك ما حدد جمال درجتهن بإلباك جافيت الوطن للغالفم شباك نومي يا الخير متى أصباك لا تغتري يا روحي بصباك بصباك يا أمت المواهب والنعم تصباك لغومي يا الخير متى أصباك اغلع عن ذنوبك وامدحش شداباك والجنة جزاك والنار لمن يا باك لغومي يا الخير متى أصباك ما حدد مال درجتهن بإلباك جافيت الوطن للغالفم شباك لغومي يا الخير متى أصباك من بعد الحمود لله والشكر وبهذا الرسول وكتاب لذكر لغومي يا الخير متى أصباك ربي حمد الله يبيت في الوصل والبكرين ومستوجد به رضوان غير وكل لغومي يا الخير متى أصباك ما حدد مال دريتهم بالباك جافيت الوطن للغالفم شباك لغومي يا الخير متى أصباك يا روح مدحي بكل قلو إطراك في كامل الوصوف يا سيد جيل فطراء لغومي الخير متى أصباك بملاوه وفاق المسكي والعطراك بملاوه 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 لغومي يا الخير متى أصباك ما حدد مال دريتهم بالباك جافيت الوطن للغالفم شباك لغومي يا الخير متى أصباك أيداني الدلام ربو غاب غوسين أيداني الدلام ربو غاب غوسين مولد يا ربي أتاك في غبي خمس اللوم يا الخير متى أصباك في العرج انتشر طيب رولي السين في العرج انتشر وطيب رؤولي السين أي من نور العراء غروم وأرض السلوم يا الخير يا الخير أي محمود السيال فاق صاحب المنساء أي محمود السجل فاق صاحب المنساء أي يضحت بلكيان الخالية نساء اللوم يا الخير متى أصباك إذ دلت تزور الخنس الكانساء اي دلت تذور الخنس الكانسة اي مشروب الحنة دورت به الكاسة اتلو منها اي السعدية يوم مصاح مناديها السعدية يوم مصاح مناديها واي اسباب السعادة تجهن مصاح مناديها لومي الخير متى اصوار سمنت شارفة واخضر وديها سمنت شارفة واخضر وديها وكل صبح اليدي الخير يباديها لومي الخير متى اصوار ليل الاحجار تسلم والشجر له كان الاحجار تسلم والشجر له كان اي اسجد ميسرا قال ضللوا ملكا لومي الخير متى اصوار حبيبي من قبل الرسالة مهما يأوي مكان من قبل الرسالة مهما يأوي مكان وارتشبع بهايم يغلب البركة لومي ليل اصاف الكمال في نبينا مجموعا اي غير من الجمال تبكين بدموعا لومي الخير متى اصوار من فوق سابعة سماء اذنه سموعا من فوق سابعة سماء اذنه سموعا بالنسب البدور ليه شمسه شموعا لومي الخير مداما عين شخص الوجود روح الملل اعلاما جسد الكائنا السماء سمك قدر علال لومي الخير متى اصوار وابلا دم رسولكم انوار تشتعلان وابلا دم رسولكم انوار تشتعلان وفي كتاب العزيز بارينا صلى على لومي اي مشهور يوم دخل في الغريح صانوا اي نبيا رب حافظ عرضه وصالوا لومي يا الخير متى اصوار تم القصة والعو سدلت اغصان تم القصة والعو سدلت اغصان ساخذ اربعا سراغت احصان لومي اي اللهم عن اصحابه جملا اللهم عن اصحابه جملا كما نرضى امهات المؤمنين شملا لومي يا الخير متى اصوار بجاه البنون زلعننا الخملا بجاه البنون زلعننا الخملا والحفد الكرام وليهم الحملا لومي اي عد ما قاب نجم وطلع نجم غير اي الصلاة والسلام والسلام ربانا حيغيروا اغلوم يا الخير متى اصوار اي نبينا حليم تهدى بتوغيروا اي نبينا حليم تهدى بتوغيروا لا قيم نشيحة بالشريعة او ضرب ذلك الولو مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مرة اخرى في هذا التوثيق طريقة الخلوتية والتأثير الفعل التأثير الروحي والسياسي شيخ مجاهد نحن وقفنا في الخلوتية والتأسيس الاول وبعد ذاك في المية السنة الاولى انت قدت نشأت منها عدد من المدارس اللي هي تفرع منها تفرع منها طرق الصفوية والعثمانية وبعد ذاك امتد التأثير اي نعم اول ظهور انتهت الدولة العباسية 1258 ميلادية 656 هجرية عندنا لخمسين سنة الخمسين سنة ذي ظهر فيها ابراهيم الزاهد الكيلاني ابراهيم الزاهد الكيلاني هو الذي ينتهي اليه سند الشيخ احمد الطيب وصولا الى ابو النجيب السهروردي ولكن هو الشخصية الاساسية التي فرع عنها الطرق هو تلميذ محمد نور الخوارزمي ابراهيم الزاهد الكيلاني تلاميذ هما الذين انشأوا في نهاية القرن 1299 تلاميذهم والذين تربوا على يديه في خضرة الاناضول تركيا الحالية المملكة العثمانية يعني عثمان الاول بدأ في 1299 في اقل من 50 عاما او 40 عاما بعد سقوط الدولة العباسية اهم تلميذ من تلاميذ ابراهيم الزاهد الكيلاني هو صفي الدين موسى الاردبيلي وهو شخصية تركومانية او تركية كان انشأ زاويته في اردبيل اردبيل في اذربيجان ولكنها الان تقع في اذربيجان الايرانية وليست في اذربيجان الدولة الحالية ولا اذربيجان التركية ولكن هذا هو الاغليم الذي يقع في شرق كردستان هذا الشخص انشأ زاويته ثم تطورت هذه الزاوية في ابنائه الذين سلكوا عليه الطريق هم اهم شخصية اخشم سدين الذين سلكوا الطريق اخشم سدين اخشم سدين ده هو مرشد محمد الفاتح يعني في عث 3 اربعة خمسة خلفاء بيبرز عندنا محمد الفاتح في 1452 بيفتح الغسطنطينية ويضغط الامبراطورية المسيحية الشرقية هؤلاء اخ بمعنى ابيض او بمعنى العظيم وهو شخصية عظيمة رب محمد الفاتح وهو تلميذ لعزيز محمود الهدائي الاسكداري الاناضولي ده شخصية اساسية في الجلوتية نعم وهو يسلك من على دين الاردبيلي عن موسى الاردبيلي عن صفي الدين الاردبيلي واستند فيه شخصية اخرى ولكن كلهم يرجعون الى هذه الزاوية هذه الاسرة نفسها في خلال 200 سنة انشأت الدولة الصفوية وتحولت الى التشييع الاثنين عشرين يعني الان عندنا دولتين من سنة ابراهيم الزاهد الكيلاني انشأتا دولتين عظيمتين والصراع الان يا سيد ابو البراء لو تلاحظوا في العالم الاسلامي بين تركيا وايران بين نفس المرجعيتين التي نشأتا في 1300 اللي هي 700 هجرية 1300 ميلادية الى الان هذا النقاش الدائر الان صفوي ميوسي تركي حنفي اشعري ما تريد هو نفسه نفسه ولا يزال يفعل مفاعله في العالم الاسلامي هذه المرحلة اساسية وضرورية لكي نفهم ما الذي ذار في تلك الفترة بعد صغوط الدولة العباسية بعد صغوط الغرشيين ظهر هؤلاء الناس الجدد القوى الجديدة الاتية من الخراسان من وراء النهر من تركيا من الاناضول ومن ايران وانشأت الممالك الجديدة التي هيمن العلامة الاسلامية والان اكبر قوة قوتين موجودتين اليوم في العالم الاسلامي هما هتان القوتان نعم واساندهم التي زحفت الى الشام والحجاز ثم مصر لتلك الفترة ظهرت الخلوتية لاول مرة باسمها في مصر من خلوتيين ظلوا على سنيتهم وهربوا من السلطان الصفوي حينما تحول السلطان الصفوي الاول الذي اعلن اثنى عشرية سنة تزعمية وسبعة هجرية يعني بعد 1500 هو اسماعيل ابن حيدر ابن جنيد ابن ابراهيم ابن ابراهيم تحولوا الى الاثنى عشرية ولكن المرشدين الاساسيين الذين كانوا يرشدون الجيوش العثمانية ايضا طريقة البكتاشية وهي ايضا ذات منحة اثنى عشرية ففي تلك المنطقة الوجود الشيعي كان غالب جدا والوجود الصوفي ايضا كان اغلب وهذه التأثيرات تجد عند العرفاء تجد عند ابن عربي تجد عند صدر الدين القنوي تجد عند مولانا جاددين الرومي وتجد عند القيصري والقيصراني وعند عبدالرزق الكاشاني الذين جاءوا الى مصر في نهاية 1475 هؤلاء الخلوتيون الاوائل اولهم عمل الروشني الايدين وابراهيم الكلشني تجد عند مراتنا كتوب الجيلشين وديل تلميذهم شاهين الخلوتي ومحمد دمردش المحمدي اللي هي زواياه موجودة الى اليوم هؤلاء كانوا من الكيركس والترق والفرس والخراسانيين هربوا من الصوفوية والمعسس في مصر واتى بهم انصريون وكلهم يرجعون بسندهم الى شخصية اساسية الى يحيا شهاب الدين يحيا بهاء الدين الشروان الباكوي نسبة الى باكو في اذربيجان جاءوا واسسوا مع المماليك مملكتهم في نهاية فترتهم مش اسسوها يعني ساروا معهم ثم جاءت الدولة العثمانية ولكن نلاحظ ان الخلوتيين الاساسيين الذين كانوا في الدولة العثمانية وهم في سند الشيخ احمد الطيل نتكلم من علي قرباش ولي ومصطفى المعنوي الادرن وعمر الفؤادي واسماعيل الجرومي وشعبان القسطموني كلهم مدفونون في بورصة اللي هي العاصمة الاولى العثمانية هذا جاء بعدهم شيخهم العظيم جاء قبلهم يحيا ابن بهاء الدين الشروان الشماخ الباكوي باكو عاصمة الى اذربيجان اليوم واذا اليوم الوطن الى اذربيجان تحتفل بهذا الرجل الخلوتي تلميذ تلاميذ هم هؤلاء الذين ذكرناهم من هذه يعني دي الخلوتية الوسطى التي جاءت نعتقد بان السودانيين الذين درسوا اولا ومنهم محمود العركي درس على نفس هؤلاء التلاميذ محمود العركي رجل يقصير جنب الكوة اول من جاء بالعلم وبالفقه وفي خلعدة والميرات من مصر في بداية السلطن العثماني في بداية السلطن الفونجية بعد 1500 درس على مصر الدين اللقاني وشمس الدين اللقاني كل هذا الكلام قبل 1530 مع غزو العثماني الى مصر ولكن نعتقد ان الخلوتية جاءت في وقت مبكر ولكن جاءت مع العلماء وبرزت في داخل العلماء يعني في داخل علم العلماء ولم ينشروها يعني انت تعتقد ان الخلوتية التي جاءت الى السودان جاءت مع العلماء قبل ان تأتيك طريق لا استبعيد في ذلك الوقت لان انتشروا بزواياهم حتى منطقة اسوان وبعد ذلك برز شاهين الخلوتي ثم برز شخصية مهمة جدا كثير من الناس اعتبرونه منتسبا مؤسسة الخلوتية جمال الدين او محمد كمال الدين كريم الدين محمد كريم الدين الخلوتي المتوفة الزعمية وتماين هجرية هو ليس مؤسسا بس اسم الخلوتي دائما بعض الباحثين يجده يظنه فهؤلاء انتشروا بزواياهم نعتقد بان الطريق الروحي كانت فيه خلوتية مبكرة ولكن لم تبرز باسمها او مبرز بمشايخها او تصوف الطرق في السودان بعد ذلك بوقت كثير نعم حتى جاءت الفترة الثالثة والاخيرة والمهمة والتي فيها النزعة السياسية واضحة في داخل الطريقة الخلوتية دي الفترة الماشيين على نعم مشاهدين الكرام نستمع الى قصيدة اخرى من قصائد الطريقة السمانية الخلوتية ونغاصل حوارنا في هذا التوثيق قليب يحلى واجداد محلى على الرسول لا زال محلى قليب يحلى واجداد محلى على الرسول لا زال محلى إلهي آمن علينا مالا وخلق جهورنا وقدر ذمنا وعلى الرسول لا زال محلى أحبابنا جملوا جميع حلى نتلاق بشغ وبمحلى قلبنا فرحان وبيكتهن لا سمر وطال فارعشال تحلى على الرسول لا زال محلى قليب يحلى ويزداد محلى على الرسول لا زال محلى أكرمنا مولاي ولا تهننا وبالبلاوي لا تمتحنا على الرسول لا زال محلى أحبابنا جملوا جميع حلى نتلاق بشغ وبمحلى قلبنا فرحان وبيكتهن لا سمر وطال فارعشال تحلى على الرسول لا زال محلى قليب يحلى ويزداد محلى على الرسول لا زال محلى الراوب مضح صاح وغلى وعلى الرسول البريد سنى وعلى الرسول لا زال محلى نبيا الرحيم ليل يتيم تبنى يوجد ويعطيه ما تمنى أخر فروضنا وغمسنا لا شمس الهدى به طاب زمننا على الرسول لا زال محلى قليب يحلى ويزداد محلى وعلى الرسول لا زال محلى وضوع كان أفضل ألا جنة وضوع كان أفضل ألا جنة سحر بعد أظلم ليل جنة على الرسول لا زال محلى تدري غضوان فتاح لغذوم الجنة الكون في ريح نسوه وجنة ليل أم جاء رحمة خير وجنة ليل أم جاء رحمة خير وجنة وجنة إبليس هرب عقل وطاش وجنة على الرسول لا زال محلى لا زال محلى لا زال محلى نبي الرحيم بنا حيث كنا نبي الرحيم بنا حيث كنا قلنا مليان لغير ما ركنا على الرسول ألا زال محلّا ثمانا ينحمنا أو سكنّا به عذاذ ديمة ما استكنّا ذال همومنا وغسل سكنّا ذال همومنا وغسل سكنّا سكنّا بجاه وسط الجنان سكنّا على الرسول ألا زال محلّا ألا زال محلّا نبيا الرحيم بينا حيث كنا كنا ملجان لغير ما ركنّا على الرسول ألا زال محلّا حبيبي خمان إن حمّنا أو سكنّا به عذاذ ديمة ما استكنّا ذال همومنا وغسل سكنّا حبيبي ذال همومنا وغسل سكنّا لجاه وسط الجنان سكنّا على الرسول ألا زال محلّا كل بحلّا ذال وحلّا على الرسول آيوان نبيا له العود رزا وحلّا نبيا له العود رزا وحلّا وحلّا برج كروبنا وذال محلّا وعلى الرسول العدّا المحلّا جار السلام لّيّن يفتحّنّا بعرضّاك لّيّن يلّوحّنّا لّيّن الجميع ربي يسمحّنّا لّيّن الجميع ربي يسمحّنّا لا شك يسامحنا على الرسول الأذى المحنى جد الحسين والإمام حسنى يحفرنا والسيد المسنى على الرسول الأذى المحنى أبيبي حي الشجر خاطب الأصنى أتانا بالحق كتاب وسنى لا لضلال شريع سنى للمشركين سنى سيف سنى على الرسول الأذى المحنى يلي حنى بالذى المحنى لا الرسول الأذى المحنى برق المع بالغرام فتنى برق المع بالغرام فتنى فتنى بكر بكاذ حب لنا تنى على الرسول الأذى المحنى كالترهمهمنا وذات فتنى وفي الرقلين قد لنا تنى نعبال جملة ونهجر وطنى نعبال جملة ونهجر وطنى في سوح وعاشق نصاح وطنى على الرسول الأذى المحنى على الرسول الأذى المحنى صلو سلام ليل بذيل حذنى صلو سلام للرجح وذنى صلو سلام للحبيب مخذنى لعدما أطرب ومنى عدما كتب كان قالينى برع قال يا كريم عنا واشترنا ورعانا ورضعنا على الرسول الأذى المحنى صلو سلام للبذي الحزنة صلو سلام للرجاح وذنة على الرسول لا زاهر بحلامة صلو سلام للغيس نوم ذنة صلو سلام للحبيب مخذنة لعد ما ما أطرب ومنى عد من كتب كان قال هنا برع قال يا ما كريم عنا واشدرنا وارعانا وارضعنا على الرسول لا زاهر بحلامة مرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في حوارنا عن الطريقة الخلوتية الكبرى وتأثيرة في العالم الإسلامي الروحي والسياسي شيخ مجاهد نرجع إلى الشيخ مصطفى البكري اللي هو نقول على قياد الطريقة الخلوتية في العالم العربي والإسلام نعم الذين ذكرناهم الذين جاءوا من إيران والتركيا وأذربيان والشام فرين بدينهم أو بمذهبهم من السطوين اللي هم زملائهم في الطريقة وإخوانهم في الطريقة قبل أن يتشيعوا لكنهم ذابوا في مصر نعتقد أن الحالة الشازلية كانت أقوى منهم الحالة الشازلية التي كانت منتشرة في مصر الحالة الشازلية كانت أقوى منهم ولذلك لم يؤثروا تأثيرا يذكر ولكن بعد 200 سنة من 1500 200 سنة ظهر الشيخ مصطفى البكري ابن كمال الدين مصطفى ابن كمال الدين البكري الصديقي الدمشقي المقدسي القاهري شيخ الطريقة الخلوتية وهو سلكة عن حسام الدين بن عبداللطيف الحلدي وهو سلكة من مصطفى المعنوي الأذرنوي أذرنى في تركيا ولكنه مدفون في مصر عن علي قرباش ولي المدفون في بورصة باستند الذي خرمه قبل قليل نفسه استند القديم ولكن هنا نلحظ شيئا جديدا بأنه الشيخ مصطفى البكري حينما ورز في الشام وحينما جاء إلى مصر كل المصريين يولوه كل شيء وخلوا عليه كل شيء يعني ولاياتهم التي كانت عندهم طرقهم التي كانت لديهم سيادتهم ونغابات أشرافهم جعلوها بين يديه لكمالاته الراقية ولشخصيته العظيمة ولروحانيته التي احتوت كل الروحانيات الموجودة في مصر يعني مصر العظيمة مصر القاهرة كلام عجيب نعم يعني هو جاء بعد 1200 1720 نعم وتوفي 1749 اللي هي 1162 حجرية 1749 توفي يعني 30 سنة نعم مسك فيها رياضة اللعب لا أصبحت كل الناس يأتون إليه وأصبح تلاميذه كما يلي تلميذه الأول محمد سالم الحفني شيخ الأزهر الشابعي ولكن لنا ملحظ أساسي عليه رحلاته كانت مدونة الآن الرحالة الذي كان قبله أستاذه في النقشبندية والقادرية مولانا المعروف جدا في السودان وفي غير السودان اللي هو عبدالغني النابلسي نعم طيب المتوفى 1732 كان خلوة لا نقشبند قادر ولكنه سلك على تلميذه البكر الخلوتية لعظمة البكر وليس تبركم فقط نعم نعم ونعتقد بأن الشيخ مصطفى البكر كان ذا رؤية كان كشيخه النابلسي سلك أول حاجة المذهب الحنفي مذهب الدولة العثمانية حتى يكون في شيء يربط به الأستانا نعم وإنه ليس غريبا عنهم هذا الأمر جاء بعد ذلك عند السادة الطيبية نعم يعني الساد محمد الشريف كان حنفيا العباسي كان حنفيا كل هذا مماهاتا مع الدولة العثمانية برغم أن الشيخ المباشر للشيخ عمد الطيب محمد بن عبدالكريم السمان كان شافعيا يعني هذه المسألة ضرورية لفهم ما الذي كان يدور في أذهان هؤلاء القادر العظام في تك الفترة لحظة السيد مصطفى كمال الدين مصطفى البكري شيء أساسي الضحفة الدولة العثمانية اللي هي وصلت في الزروة 1650 ثم بدأت تنحدر بدأ المماليك في مصر يعودون إلى السلطة بواسطة محمد بك أبو الدهب ومحمد بك الكبير وظاهر العمر وبدأ لبنان يتأسس أيضا يعني الشهابيين الأواء ظهروا في لبنان وبدأ هذا الدول التفكك وبدأ المماليك هذا جزء آخر من مماليك المصريين نعم مماليك عثمانين يستولون على السلطة بعده بقليل في بغداد وأصبحوا يستولون بولاياتهم لمدة طويلة القرمانيين وقبلهم في ليبيا أيضا أصبحوا مستقلين بايات تونس أصبحوا مستقلين بايو أهران أصبحوا مستقلين فالصوفية فكروا بأن كل شيء يدور من حولهم التجار الجند الفئات الشعبية في العمال الصناع الزراع النساء كلهم مع الصوفية فبرزت أنا هذا أفترضه افتراضا برزت نزعنا السيد مصطفى عمال الدين أن يصبح خليفة للمسلمين أو أن تأتي الخلوتية في مسيري هذا لتصبح ممسكة بزمام الأمر السلطوي السيادي والدعوي والإرشادي والخلافة أي نعم كيف أستدلوا بذلك خليفة الشيد مصطفى البكري في مصر مطلقا شيخ الأسهر محمد سالم الحفني المتوفى 1767 شوف خلفاه أرسلهم ليين خليفته الأول محمد بن عبد الرحمان الأسهري أرسله في 1750 إلى وين؟ إلى دارفور محمد بن عبد الرحمان الأسهري ناشر الطريقة الخلوتية في شمال أفريقيا أرسله إلى دارفور في زمن السلطان أحمد بلغاتم عمر الشيخ أحمد الطيب في ذلك الوقت سبع سنوات أو ثمانية سنوات يعني الخلوتية دخلت في السودان في ذلك الوقت تلميذه الآخر بعده محمد بن عبد الرحمان الأسهري بعد قضى سبع سنوات في ذارفور أرسله إلى الجزائر التلميذ الآخر وهو شخصية عظيمة محمد بن أحمد الصقلي في فاس والمغرب بحيث أن كل المغاربة أصبحوا خلوتيين وهو يشابه لنا في الحلقة السابقة أحمد اليمان تلميذ الشيخ دفعال الذين أصبح كل الناس في زمانه قادرية كل هؤلاء الناس في ألف وتوفي 1765 أصبحوا ومنهم أبعز الدباق حتى الشيخ أحمد التجاني أخذ الخلوتي أحمد التجاني أخذ الخلوتي بعد ذلك على تلميذ مصطفى الحفني ولكنه جاء إلى فاس والتغبي أحمد محمد الصغلي وجده في غاية العز والشرف والثراع ووجده بحيث أنه إذا أشار إلى الملوك أطاعوه الشخصية الأخرى حينما جاء إلى الجزائر في رحلته إلى المشرق إلى عبد الرحمن الأسهر الذي كان الجرجري الذي كان في دارفور ورجع إلى الجزائر أخذ عليه الطريقة الرحمانية الأسهرية ولكن ننظر إلى تلاميذ الشيخ أحمد بن حمد الصغلي في المغرب عبدالوهاب التعزي أحمد بن إدريس أبو كاسم الوزير بن سودا والشخصيات كثيرة جدا أخذت الطريق هنا وجدده ثاني عند الحفن ولكنه شيخها وابن عزود سلمة في الجزائر وتوليس والمغرب هؤلاء الاثنين يعني الرؤية ديال توزيع رؤية سياسية لا بسا جاي عليك بعدها بالسنوات قليلة أخذ الشيخ عمر بن السعيد الفوتي الذي أصبحت الجانين فبعد أخذ الخلوتية وجاء وأسسه مملكته في منطقة مالي ترشاد بوركينا فاسو نانيجر السنغال شخصية أخرى مشهورة بالقادرية شهرة عظيمة وهو قادري جيشه قادري ولكنه أيضا سلك الطريقة وأنشأ دولة هو عثمان بن فودي شيخه المباشر جبريل بن عمر هذا جبريل بن عمر تلميذ محمد مصطفى الزبيب أيضا أخذ عليه الخلوتية بالضبط دي كان البين بتاعة مفودي نفسه خلوت ولكن الجيش طبعا للمختارك كنت وتأثير الجيش وجلالاته معلومه مهم نعم لمسكوره موجودة حتى عبدالله بن فودي أخوه ومحمد بيله ولده كلهم سلكوا الخلوتية بحيث أنه النظرة كانت إلى بيت المغدس وإلى الحجاز وإلى مصر كانت فيها نوع من الغدسية العظيمة عند الآن عندنا دارفورت نيجيريا واتشاد وبرنو وعندنا المنطقة الأخرى في إفريقيا جنوب الصحراء كلها خلوتية والمغرب وكذا في الحجاز نشرها محمد السمان في دمشق أحمد السمان وعبدالباقي السمان كلها هؤلاء خلوتية والخلوتية في طرابلس ويافا إذا الآن موجودة هذه الطرق بفروعه يافا وبيت المغدس وعكة وبيروت وطرابلس منهم ناس رشيد المقاتذة اسمه رشيد جيد رشيد الحالي رئيس الوزراء كلهم كانوا على الخلوتية المقاتذة الذي يوقف للشهور والصلاوات وكذا ثم في دمشق كل دمشق في تلك الفترة وكل العلماء العظام كانوا من الخلوتيين أما في الحجاز واليمن وأندونيسا من تلاميذ السيد محمد السمان والهند زملاء الشيخ عمد الطيب كل هؤلاء كانوا على الطريقة الخلوتية وأصبح لهؤلاء إذا أسسوا الجيوش وحركوها من زواياهم لاستورة على السلطة في العالم الإسلامي في وقت واحد فقد بقي لنا إن شاء الله الشيخ عمد الطيب ونزعته السياسية المعبئة بكل هذا التاريخ في السودان يا السلام يبقى فعلاً هذه رؤية ثاقبة من تلميذ الشيخ مصطفى البكري نعم في أن أن يكون هذه الرؤية أن والخلافة العثمانية هي آيلة إلى السقوط أن يجمع مرة أخرى أي نعم إذا كنت قبل غليل حقاً الشيخ عمد الطياني نعم الشيخ عمد الطياني بعد أن سلك الخلوتية في الجزائر جاء إلى السيد السمان وسلك عليه يعني أعطاه أغراض وأذكار وخلوات قبل منها ما قبل ولكنه تلوه بمستقبل عظيم فرجع إلى القاهرة وأخذ من محمود الكردي الكوراني الخلوتي تلميذ محمد سالم الحفني جيد؟ مرة ثانية نعم أخذ أداه التقديم ورجع إلى الجزائر في ألف سبعمية اثنين وسبعين وأصبح فقيراً خلوتياً ومرشداً خلوتياً لمدة ثمانية سنوات كان خلوتياً بحتاً ليست له طريقة أخرى نفس الطريقة الموجودة عندنا اليوم نعم شيخ عمد الطياني بإثناده القادر السابق الذي ذكرناه والشادر الذي ذكرناه والآن بإثناده الخلوتي وتلاميذ الأوائل كاتف سيرة علي حرازم كان خلوتياً محمد المشري من كبار خلفائه كان خلوتياً نعم فدائد لنا أنه يعني أصبح الآن كل الرموذ التي ظهرت في العالم الإسلامي في ذلك الوقت الخمسين سنة بعد وفاة الشيخ المصطفى البكري كلهم على الطريقة الخلوتية سواء في الحجاز واليمن وأندونيسيا والهند والعراق ومصر وأيضاً لحلته إلى العراق مكتوبة ومعروفة وموجودة يعني متداولة وإننا لم يبقى شيء إلا أن يكون فقط يعني يصبح المسألة الإجرائية لذلك المملكة إلى مملكة خلوتية نعم نعم واضح أنه الفعل تأثير روحي صحيح وكمان مع تأثير روحي التخطيط السياسي صحيح في جمع الأمة على أمر الواحد نحن هنمشي سيدنا الخليفة عبد الرحيم نشوف رحلة الشيخ حمد طيب وهو عمره 18 سنة من السودان إلى الحجاز والتقاه بشيخه الشيخ عبد الكريم السماء بعد أن نستمع إلى واحدة من الأمداحة الجميلة ونواصل حوارنا هذا رمناه يلحي المدينة لم تنراه قبراً بناه قبراً بناه للف المدينة لم تنراه قبراً بناه قبراً بناه قبراً بناه حصد أهال في المدينة لم تنراه قبرا بناه في المدينة لم تنراه قبرا بناه في المدينة لم تنراه قبرا بناه في المدينة لم تنراه وبروناه أهال في المدينة لم تنراه ليه المرسلين ختموا اللي بي من عيسى وليه آدم يعمال في المهديين لم تنرى فوق هذا اللي انفشع فوق هذا اللي انفشع بمتواطع من نشايا في المهديين لم تنراه يحمل لطيف عشاء أو في وساة توليه بحشايا في المهديين لم تنراه أي الأم الماء قدى الأم الماء قدى يتعبد في حرايا في المهديين لم تنراه من مكة ليل سرى من مكة ليل سرى ولوه على الورا ليل سرى من نشايا في المهديين ليل سرى من نشايا في المهديين ليل سرى من نشايا في المهديين قيلا ما purse قيلا قيلا من نشايا في المهديين يجلس شرد يا معرفين ما أديه إينا أأي العب والسيدة نبي يفرش لهم ردا يا معرفين ما أديه إينا يجلسهم من بدا ويكرمهم يا دعي الله في المعد يا إينا صلى والسلام سوا صلى والسلام سوا للي يركب الغصوى يا معرفين ما أديه إينا لم تقمراه من والتميم روا من والتميم روا مقصوده لحوى يا معرفين ما أديه إينا للي الصلى والسلام سوا للي يركب الغصوى يا معرفين ما أديه إينا من والتميم روا من والتميم روا أو ما بصوده الحوى يا معرفين ما أديه إينا أرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في حوارنا الطريقة الخلوتية وتأثيرها في الروح والفعل السياسي الخليفة الشيخنا نحنا الآن نحنا جايين على التأثير شوفنا التأثير الكبير للخلوتية على مستوى العالم الإسامي وتأسيسه لكن جاي للتأسيس على مستوى السودان وسيدنا الشيخ عحمد طيب ورحلته إلى الحجاز والتقاه بشيخه الخضب وسيدنا الشيخ محمد الكريم السلام حقيقة بعد هذا العرض الوافي والتوسيق الواضح والخلفية التي يمكن ذكرها الشيخ مجاهد فيه ما يتعلق بالطريقة الخلوتية وأسرها في السودان يعني لا بد لي أن أتحدث في جزئية مهمة اللي هو الطريقة القادرية في السودان وأسرها بعد مجيئ البهاري وأخذ الطريقة عليه كما ذكرت المجموعة من المشايخ الشيخ الهميم والشيخ محمد بالنقا والشيخ عجب المنجلو أما الشيخ عبدالله العركي فقد كان له رجل لأنه كان رجلا عالما وكان يعتقد بأن يعني الذي يذكر هذا لا يتناسب مع العلم والمعرفة ولذلك لم يأخذ الطريقة على الشيخ البهاري وإنما أخذ على الشيخ حبيب العجن وقد ذهب إليه إلى أن أخذ الطريقة وعادل السودان وكان رجلا عالما ولا شك كان تأثيره كبير جدا لأنه نحن لو أخذنا الشيخ ضفع الله العركي اللي هو ضفع الله ابن عبدالريس اللي هو ابن أخيه وأثره الكبير في السودان في تلك المرحلة باعتباره يعني الحاجات العظيمة لعمل الشيخ ضفع الله العركي بأنه ظل ظل يعني صوفه في السودان على مدى 200 سنة مؤثر بهذه الشخصية نعم 100 سنة بحياته 100 سنة بعد وفاته نجي هنا نقول والله الحركة على الشيخ ضفع الله العركي يعني الشيخ ضفع الله العركي أخذ منه المسلمي أخذ منه الشيخ ضفع الله الشيخ عبدالعجوز أخذ منه الشيخ عبدالباقي النيل الشيخ عبدالباقي النيل أخذ منه الشيخ عبدالمكاشفي الشيخ عبدالمكاشفي أخذ منه الشيخ البطحاني والشيخ عوضجيد الشيخ عوضجيد أخذ عليه الشيخ العبيد لبيت عدريا والشيخ المطحنة قد علوه الشيخ الكباشي بالتأكيد هذه المدرسة تأثيرها كانت تأثير كبير جدا في تلك المرحلة وهي التي قادت زمام الطريقة القادرية ولا شك انه الدور الكبير اللي كانوا بها السادة العركيين في هذا دور يعتبر دور كبير جدا ومتعاظم ويكاد يكون الشيء اللي انتشر كله في السوق فيما يتعلق بالقادرية متطبيد بالسادة العركي المسافة بعيدة بين سيدي الشيخ مطيب والشيخ دفعل العركي ولكن رحلته من المرحي كانت رحلة بدأت من مسجد الشيخ محمد السرور الشيخ محمد السرور تلمية الشيخ حسنة حسونة وبعد ذلك اخذ فترة من الزمن في هذه الخلوة وذهب الى منطقة الجزيرة السلانية للشيخ والدنس العوضابي ودام يعني اعتبر عمه اخذ فترة من الزمن في هذه الخلوة منها قادر الى منطقة امطلحة عبد الشيخ ابراهيم الفزاري درس القرآن في هذه المرحلة نعم واكمله وبعدها ان اكمل القرآن ذهب الى الشيخ عبدالباقي النييل نعم عند زيارة مشهورة عبدالباقي النييل ماشى اليوم هناك ومكس معه يومين او ثلاثة وطلب ان يعطيه الطريقة فرفض له قال لي والله طريقة ما عندي انت علاقتك بالشيخ حسنة وخسونة قال لي والله جديك روحة قال لي جدك دم بارك وديك للمحلة اللي هو كنت اقترب على الورطة عاد الى يعني ام مرحي وبعد ذلك ساقر الى العياس كان عمره سبعة عشر سنة ممكن لما ننصل يعني عمره كانت منتاشر سنة مكس في مكة مدة من الزمن والنتقل بعد ذلك وذهب الى المدينة والتقى بكثير من المشايف في هذه المرحلة ولكنه استكانه ووذهب بين الشيخ محمد عبد الكري والسمان والساز مجايد كلامه اللي قاله في المسالة التوسيقية الشيخ مصطفى البكري الشيخ مصطفى البكري يعني صديقي وتربطه بشيخ محمد عبد الكري والسمان على طرحي في نهاية المطار ولما نيتكلم في الشيخ يعني البيت اللي قاعدين فيه بيت مسلم اللي هو الشيخ هنور بيجيبه الشيخ هنور اتعرك في المسلمية اللي هو واحد من الشيخ 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 هنور اتباع النقا فالأثر انا افتكر بان فيه مدالك بالتصوف والانتباط الروح ظل منتشر بهذه الصورة بهذه الساعة مكس خمسة سبعة سنوات في المدينة وفي هذه المرحلة حقيقة ان اتقى بكثير من الشخصيات الجاية من شرق آسيا وبكثير من الشخصيات الجات من هندو وباكستان وكان لابد ان يكون الشيخ الطيب عاد بمفكوم جديد وبطريقة جديدة في فهم لهذه المسلمة بعدها نعطى طبعا تلقى كثير من العلوم على كثير من العلماء لكن في عودته عنده عنده في طريق رحلته عنده غشوة الى المصر كمان نعم اصلا لما انت من مدته ذهب الى مصر وذهاب الى مصر مشهد الازهر ومشهد الامات الكسيرة وعاد الى السودان لما عاد الى السودان ابتدى الناس يعني يعني يأتون اليه بحسب الطريق باعتباره ظهرت حاجة يعني يمكن لابد ان الناس يتبهوا لها وجهزوا على افزاد الرجال الشيخ الغرشي وذي الشيخ البصير ومجموعة من المشايف ويمكن في هذه المرحلة جاء الشيخة تومت باننقا باعتباره شخصية كان لها من التمييز الشيخة تومت باننقا لمن جاء ما افتكر كان مطالية انه كان يأتي لكن في رؤية زائدة على التصوخ الفعل الرجل كان اتا من دوحة عظيمة جدا في التصوخ وكان له اثر كبير جدا السادر ياقوبان لانهم كانوا في القادرية يمكن يكون في تقدم كبير جدا جدا فهم يتساووا مع العركيين في مسألة اخذ الطريق ومكانته فده كان اثر كبير اثر الكبير ده لما انجا كان لابد ان يتحرك عليه بعض الناس اما الشيخة توم لما انجا جابه هذا الكمال اللي موجود داخل اسرته داخل الطريقة القادرية كان لابد ان يكون له فهم جديد ولو تأثير جديد ممكن السادس مجاهد عندنا رؤية وصورة تكون اكثر ترسيلا متوسيع شيخ مجاهد الاثر الروحي اللي احدثت الشيخ عمد طيب في الخلوتية او الرؤية الخلوتية في رؤيته هو ظاهر الشيخة توم في رؤية جذبته خلاف انه الاوراد والمعرفة الروحية النظر الاخرى في الواقع السياسي هو لابد ان ندرس الفترة التي ولد فيها الشيخ عمد طيب 1742 حيث ولد ما الذي كان يحدث في مملكة السنار وبعد ذلك سافر الى المدينة في 1760 ورجع منها 1766 ما الذي حدث في مملكة السنار وما الذي حدث في الحجاز هذا شيء اساسي جدا الشيخ عمد الطيب ولد 1742 قبل 12 سنة من ميلاده بدأ محمد ابن عبدالوهاب الحنبل السلفي بنشر دعوته في الحجاز وولد الشيخ عمد الطيب 1742 بعد سنتين حدث التكامل والتحالق بين محمد ابن سعود ومحمد ابن عبدالوهاب وسافر الشيخ عمد الطيب 1760 كانت رماح الوهابيين وخيولهم وجمالهم على مشارف المدينة من نجد لان المدينة بعدها طوال بعد اغليم الحجاز تدخل في اغليم نجد فهذا لم أحد يتكره ولكنه من بين الأشياء التي ذكرناها قبل غليل التي أثرت في رؤية الخلوثية العالم الإسلامي لانه 1749 الثلاث التي توفي فيها السيد البكري مصطفى البكري شيخ السمان شيخ السيد عمد الطيب هي بعد ثلاث سنوات من التحالف الوهابي السعودي ويقامت إمارة نجد الوهابية التي تكفر الصوفية وتكفر الدولة العثمانية وبدأت تغيير في ذلك الوقت على أطرافها في الأحساء والقطيف وجبل شمر وفي منطقة معان وفي منطقة جنوب العراق في ذلك الوقت حتى وصلت نحن نستغرب بأنه والضيفان لم يذكر هذه الأحداث فكان معاطلاً لها وكان حياً ومطلع على حال العالم الإسلامي لم يذكر هذا الحادث إطلاقاً شيء عجيب بعد ذلك الشيء عبد المحمود أيوة نعم بعد زمان طويل وهو يكتب في أزاهر رياضه لم يشر إلى هذه الحادث ولا إلى تأثيراتها ثم سافر إلى الحجاز في 1911 وأيضاً ذكر مذكراته وذكر الدر السمين ريح المدينة ولم يشر فائلة هؤلاء الناس الذين كانوا أيضاً خرجوا منها في 1811 لكنهم عادوا وعاد عن ملك عبد العز سوداناً كان أميراً على نج وسلطاناً عليها لم يشر إليها الشيخ أحمد الطيب حينما رأى كل ذلك حينما جاء قبل مولده بثلاث ظهر الشخصية عظيمة من الضباط السودانين الكبار وهو الشيخ أو الشيخ شيخ القبائل محمد أبو الكيلك العواضابي وربما الجمعي نعم أو عنده علاقة بالجمعية أو بالشيخ أحمد الطيب بلز 1739 وتحرك مع السلطان الفونجاوي أو الفونجباداء بن نول وفي ذلك الوقت كان الشيخ ودى العجوز موجوداً ولكن حرر الحجاز حرر أراضي التي احتلتها الحبش وأرجع ثم بدأ التمرض في كردوفان أيضاً كان هو كدعم سريع أن هذه القوات التي استقلبها السلطان من خارج جيجيش الرسمي حرر أيضاً دارفور حرر الكردوفان الشرقية ومنطقة الرهد ومنطقة التي شمارة مرواب اليوم ومنطقة مدم إلى منطقة الزلط إلى شرق بارة كل هذا كان في حياة الشيخ أحمد الطيب وفي شبابه الأول حينما جاء الشيخ أحمد الطيب راجعاً من المدينة المنورة في 1760 أصبح السلطان محمد أبو الكيريك رئيس الوزراء هو السلطان الحقيقي وحالفه وأصبح حليفاً له وجاء شخص آخر اسمه أرباب وجعلة أرباب وجعلة ضفع الله أرباب وجعلة ضفع الله حسن ودخالت الشيخ أحمد الطيب لزم وأصبح رئيس الوزراء بعد 1762 حيث عزر السلطان بادواد نول ونفه من سنار وأصبح هؤلاء هذه الفترة بدأت فعل همج اللي هي العوضاب ومجموعة الجمعية المسجل السلطة وانتغل الشيخ أحمد الطيب من هذه المرح إلى المرح الأخرى وغضى في سنار سبعة سنوات هذه المسألة ضرورية جداً أصبح للشيخ الشيخ الطيب رؤية سياسية بالتحالف مع السلطة الجديدة في السنار التي تروم تغييره ولذلك الشيخ الطوم في ذلك الوقت مولود 1761 كان منتبها جداً إلى هذه التغييرات يعني 1761 معامل الشيخ الطيب لما رجع وحصرت هذه التفاعلات حيث أنه محمد أبو الكيليك توفي 1776 وجاء بعده محمد أبو الكيليك عدلان ود محمد أبو الكيليك والأرباب دفع الله تزوج بالعدلان محمد أبو الكيليك وأصبح مسكين على السلطة إلى نهايته هنا الشيخ حمد الطيب أصبح مؤثراً في الشخصيات الموجودة في الشخصيات أخرى خلوتية لا ينتبه إليها الناس أخذ الخلوتية وهم شخصيات عظيمة كلكم تعرفونها أول البدوة الضبصفية البدوة الضبصفية البديري أخذ على السيد السمان في المدينة المنورة ومشى الأبيض وأصبح ينتشر بقواته وحيرانه في جهاده في جبال النور الشخصية الأخرى التي أغنعها الشيخ أحمد الطيب بالتحرك من كتران هو أحمد العيسى الأنصاري هو السيد أحمد الدردير المالك الخلوتي تلميز السيد محمد السالم الحفني مباشرة والأخ في الطريق لأحمد الصاوي أحمد الصاوي الخلوتي صاحب الحاشي على الجلالين فتيصبح التحول الذي حدث في البيوت القادرية منها أكبر بيت هو بيت الشيخة توموت بنغا تحول إلى الطريقة الخلوتية هو لا يحتاج هو من دوحة عظيمة كما ذكر السيد الخليفة وهو من دوحة روحانية عالية وهو زميزات خاصة وسند صوفي عكيد ولكنه رأى بأن العباب الأصليين الفضليين انتغلوا من الإنشغال بالدين للإنشغال بالسياسة وأصبح هناك فراغ وأصبح متماهين مع الصلاطين الموجودين فتحول إلى طريقة الشيخ أحمد الطيب التي فيها نزعة سياسية التي فيها نزعة سياسية النزعة السياسية للشيخ أحمد الطيب تبين لنا اللي هو جاي من الحجاز مناصرا للخلافة العثمانية مع أنصارها في مصر وفي الحجاز بشكل واضح فيقول الشيخ عبد المحمود يعني هذه الرؤى التي سأقولها الآن هي إشارات من الشيخ أحمد الطيب الانخراطي في المملكة العثمانية قول البملو بعد الهمج منه قبل مدة طويلة فأمسك ترابا من الأرض ثم أطلقه التراب ده طلع نمي الأحمر قال لهم جاين لكم الأتراك هذه إشارة إشارة واستعدات يعني الناس تستعدوا للحاكم القادم ويجب أن تسمعوا له الإشارة الأخرى ذكرها أيضا الشيخ عبد المحمود في أزاهير الرياض في ترجمة جده الشيخ أحمد الطيب قال كنت في الشمالية على النيل فجاء الجيش بتاع إسماعيل ماشي قال يعني مسك حاجة دار يبطش بها الجيش ينتهي منه فجاء نهاتي فقال لي يا طيب تأدب لأمرنا فغى الظهر وتم خلاص يعني الكلام ذا إشارة للسودانين أن يستقبلوا هذا الجيش ولذلك حتى حملها الدسترداد الانتقامية حينما جاءت بهذا الإغليم إغليم الخرطوم متجه إلى نهر النيل لم تمسسوا بشيء بينما مسد آخرين منهم المجاذي مثلا أنهم خرطوا في موضوع المكنيمير إلى آخر لأن المكنيمير كان حليفا للشيخ أحمد الطيب وهو الذي أرجع له سلقته ولكن كل هؤلاء الثلاثة يعني الذين ذكرناهم لويدة الضبصفية وأحمد عيسى رؤيتهم كانت مع رؤية الشيخ أحمد الطيب في الانتقال إلى مرحلة أخرى للاستيلاء على السلطة هذا افتراضي أنا أفترضه حينما أبحث في هذا التاريخ إنه هذه المسألة أو لإنتاج إمارة سودانية تكون حليفة للمملكة العثمانية وليس ضد الله وهذا ما سار عليه الطيبيون إلى آخر لحظة نعم يعني لم يغيروا هذا المنهج الشيخ أحمد الطوم باننقا ومجموعته التي أخذت عليه الطريق كلها كانت لها علاقة السياسة سواء النور العربي أو عبدالقادر أبو الحسنة فعبدالقادر أبو الحسنة غتل في معركة السبيل مع القوات المهدوية لكن هذا ترى ماذا الشيخ بالقادر بحسوارد الشيخ حمدان نعم والشيخ حمدان هو عبدالقاء ودباننقا وهو يعقوبا بأصلي لكن مع الأمهات يلتغي مع الشيخ الطوم ودباننقا ليس هذا فحسب بل إنه التأثير السياسي للشيخ أحمد الطيب ولتلاميذه السياسيين انطلق حتى إلى القادريين أنا أظبح عندهم رؤية واضحة الشيخ حمد النيب أولاد الشيخ عمر الحاج عمر أخوان الشيخ المكاشفي الكبار عامر وأحمد المكاشفي غتلوا في حروم المهدية اسمه تورد شخصية إذا أتت على شيء تأتي عليه كله إن شاء الله فهذه الشخصيات أخرى من القادريين كلهم شاركوا حتى المضلر عبدالرحمان نعم في هذا الفعل السياسي بتأثيرات الأودى التي جاءت ولكن بعد وفات الشيخ حمد الطيب يعني السودى المصريون على السودان وجاءت مشاريع أخرى في العالم الإسلامي نافست الخلوتية في اتجاه السياسي هذه الحق نجيها المشاريع الأخرى التي ناقصها بعد أن نستمع لواحدة من القصائد نستمع مشاهدين الكرام لواحدة من القصائد السمانية الخلوتية ونواصل في هذا التوثير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر م系 في الحب سعادة وبغض الشقاة وضع له المهي من أوى كامل ذو جمال ونقاوة هو الليل يا ليلة لن تحتو الحجر ما قاوة حبو سعادة وفغض شقاوة نبيا أبرم السوداوة كام فاسق بوض تداوة هو الليل يا ليلة ما كانوا عصاد في بداوة ما كانوا عصاد في بداوة عنهم ذار شريك وعداوة نبيا ذو كرم وسخاوة علب صحاب تخاوة ما هو الليل يا ليلة عزم غوي بغير رخاوة عزم غوي بغير رخاوة عزم إحسان وعذ ونخاوة من آي الجراب والماوة من آي الجراب والماوة كم بدعوه ذا لعماوة ما هو الليل يا ليلة باكي الجزع والعذناوة باكي جزع والعذناوة باكي الجزع والعذناوة ليل فضله هو دي سماوة نيل برقا في السحر لايكاوة سوح فكري وزاد لي غباوة ما هو ليل يا ليلة لم تلفي الدريب لا تخاوة نوصل من جروحنا تداوة برقا في السحر لايكاوة سوح فكري وزاد لي غباوة ما هو ليل يا ليلة لم تلفي الدريب لا تخاوة ونوصل من جروح نتداوى عدد اليابسات والناوى الصلوة تزيد علاوى هليل يا ليلة فرع مديح يا حل حلاوى فرع مديح يا حل حلاوى فاغدر جمال وغلاوى عدد اليابسات والناوى عدد اليابسات والناوى الصلوة تزيد علاوى هليل يا ليلة فرع مديح يا حل حلاوى فرع مديح يا حل حلاوى فاغدر جمال وغلاوى مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في هذا التوثيق لخلوتية تأثير الروحي والسياسي في العالم الإسلامي الشيخ واضح أن الرؤية واضحة في تأثير الفعل السياسي للطريقة واحد من واحد من تلاميذ سيد الشيخ عمد طيب هو الإمام المهدي وأخذ منه هذه الرؤية السياسية انطلقت من من المدرسة الخلوتية السمانية حقيقة الأستاذ محمد الشريف طبعا زي ما ذكر بالأستاذ مجاهد بالخلفية بتأثير الشعمة الطيب والإهتمام المسألة السياسية وهو جاء بهذا التفكير بعدها مقص سبع سنوات مع سيد محمد عبدالكريم السماني دي طبعا كان لأسر كبير جدا والأستاذ محمد الشريف من الأشياء الملفة لديه أنه كان متحرك ذهب إلى مصر وقعد في الأسهر ودرس فيه وتحصر على الأستاذية وكل هذه الأشياء وذهب إلى تركيا وهو ذهب إلى تركيا لينقح المذهب الحنفي في تلك المرحلة المعذوب في المحاكم في تركيا في ذلك الزمان وفي السودان ولقى الباب العالي وقعد معاه وتحدث معاه حديثا طويلة وقال أن نأخذ عليه الطريقة السمانية الأستاذ محمد الشريف لما نعادل السودان وكان من بين تلاميذ المميزين جدا كان الإمام محمد عبدالباه مكس معاه عشرون عاما وكان في تلك المرحلة كان في تجمع كبير جدا عمل الأستاذ محمد الشريف عند أخيه في منطقة الشيخ السماني شرق سندار وطلب منهم أن يتجمعوا لأنه المشكلة الباب العالي وقالوا في أن يختاروا مجموعة منهم ليسلموا أمارة السودان زيهم وزي مصر فكان دا العمغة الأكثر بعدا والأكثر ساعة بالنسبة لأستاذ محمد الشريف في نظرته السياسية ونظرته إلى إقليم السودان في أن يكون إقليما مستقلا عن مصر ويحتر إمرة الباب العالي بطريقة مباشرة حتى المذكرة الكتبة لما نهجة راجع من العستانة لما نجد الناس شاكولوه من على الدين باشا وكتب مذكرة ودعى بالطريقة الدوانية ودعى عن طريق الخداوي للباب العالي وده كان كله يعني بأنه يعلم العمل الإداري والعمل السياسي وزره عشان كده بصير محمد الشريف كان في تلك المرحلة ولما عمل الاتماع دا المعمل المادي كان هو الشخص يعني بقوله المقرر لهذا الاتماع أو حضره ولما نجمعها قاعدة وقال الناس فقراء وسباحنا وذلك ونحن نعرف الكلاب فقال له والله الموضوع دا لو كلفت به ولدي محمد أحمد دا كان ممكن يعمله يمكن من هذا انطلقت الفكرة وتبلورت في رأس يعني يمكن الإمام المهدي وجاء ورجع لأم الرحي وقعد وطبعا خلال هذه الفترة الأستاذ محمد الشريف كان تجول إصدارات حتى من بيروت كان عنده مكتبة ضخمة جدا وكان الإمام الشخص الوحيد اللي يتمكن من هذه المكتبة ويقرأ فيها ما يشاء ولذلك كل ثقافته وكل كتابات وكل الأشياء اللي ممكن خلال منشوراته يتم دي كانت يتم بمقدرته على معرفته تماما بالفقه وبالنوعه وبالصرفه وكل الأشياء دي وده بالتأكيد أخذه في الفترة أخذ الفترة اللي وقعت شامل في محمد الشريف تمكن من أن يكون بهذا المستوى الكبير من حيث مقدراته في العمل اللي كان به ويمكن الثورة المهدية فعل السياسة الأضخم نعم أنا أعتقد بأنه يعني فيها أشياء عظيمة عملت من خلال هذه السورة وعملت أشياء عظيمة وخلت البصمات واضحة في تاريخ السودان بما يجعل الإمام المهدي له بشك يعني مساحة كبيرة جدا في هذه السياسة ونحن نقول ذلك كله يعود يعود إلى التصوف يعود إلى يعني هذه النظرة الاتمامات التصوف نعم يمكن أستاذ مجايد يوسع في ذلك نعم وابتكر أنه ده كله كان مرده بأنه الأساس اللي بدأ منها القادرية والعركين على وجهة ونحن والله هنا نقول أنه العركين ده بتاعين لنا برضهم لأنه حبابتهم هدية بانطاعات هدية بانطاعات هدية جمعية ونبتكره الكمال الموجود على مستوى الطريقة القادرية والطريقة السمانية هو مكمل لجزية كبيرة جدا مكمل لجزية كبيرة جدا انتم بنا واحد نعم اتجاه واحد من حيث الرحم ومن حيث الطريقة إذا أضفنا لها الشيخ التوم باعتباره قادريه في الأول وفي النهاية السمانية لجز هذا السودان كله تحت هذه المظلة العظيمة والكبيرة والمؤسلة بدءا بأثر السادة العركيين ومكانتهم والشلعة ملوه خلال فترة أكثر من 200 عاما نهاية بسيش شحمة الطيب ومقابه من عمل كبير وتوسع كبير في مسأة الطريق وفي مسألة الأشياء العظيمة اللي قام بها ومن ذلك السورة دي بنتكلم عنه برضو هي خرجت على التصوف وعلى وجه الخصوص خرجت من البيت السماني واحدة من المبادرات نعم اللي هو شيخ مجاهد انت قلت الأثر ده واضح وظاهر جدا لكن في مدارس جديدة ظهرت نعم خلت الأثر هو أكثر شيء يعني أوغف الدفعة السمانية الطيبية التغيير السياسي في السودان والخلوة في العالم الإسلامي وظهور الاستعنال الأوروبي في الوقت نفسي يعني 1780 1830 الفرسيين نزلوا الجزائر قبله بـ 32 عاماً أو 33 عاماً الفرنسيون في حياة الشرق عمالطيب نزلوا مصر وأصبحوا نفسي حروب الاسترداد للضبط العثمانية في أطرافها والحركة الوهابية نفسها اعتبرها من المنظصات لهذا المشروع لأنه جاءت بشيء آخر أذهل كل الناس بحيث أنه أثار الفتن في أرض الحرمين وأثار الفتن من داخل الدين من داخل من دار الصوفية أخرى قوية جدداً ذات نزعة سياسية يعني هي المدرسة الشيخ خالد النقشبندي المتوفى 1828 في دمشق العراقي هو كردي شهرزوري أيضاً بمدرسته القوية التي جاءت وانتشرت فوراً في داخل المملكة العثمانية أيضاً نعتقد بأنه مدرسة من إدريسة التي كان لا يبدو عليها السياسة أيضاً بردت فيها السياسة ولذلك السياسة من ظهرت في فترة متأخرة عند تلاميذه عند السيد الختم وتلاميذه وأبنائه وظهورها إلى اليوم من حزب التحية الديمقراطي استقلال السودان وغوف إزاء المهدية إزاء هذا المشروع الخلوطي نفسه أو سواء كان موافقة الخلوطية أو مخالفة لها أيضاً علي بن محمد إدريس أنشأ مملكة عسير محمد بن علي السنوسي كل هؤلاء تلاميذ بن إدريس في ليبيا أيضاً مهد الصومال إن كان أخذ من السيد محمد الشريف ولكنه تدبع الإبراهيم الرشيد اللغوة المزح من إدريس كل هذه مدارس جديدة جاءت مناوية يعني هي طبعاً بتاع إرادات ولكن يدل على أن النزعة السياسية أصبحت غالبة في كل الطرق الصوفية في العالم الإسلامي للتغيير ومنهم هناك النقشبندين في منطقة الشيشان وقيامهم بالجهاد ضد الدولة القيصرية نيقولة وكاترين بنت الصليبيات أيضاً كانوا قاموا بيدور عظيم جداً في الجهاد وأيضاً في الهند ظهرت إمارات إسلامية منبتغة من التصوف ومنها المملكة المغربية للناشئة إلى اليوم العلوية أيضاً ناشئت من الطريقة الشازلية والقادرية بتحالفها منطقة فيلالة ثم جاءوا إلى استولى على السلطة من 1660 إلى اليوم كل هذه مدارس صوفية ومدرسة الجهات في الجزائر أيضاً قاد عبدالقادر الجزائري وهكذا مدرسة الجهات قاد عمر بن سعيد الفوتي التجاني مدرسة العثمان يعني هذه المدارس كلها صوفية ذات نزعة سياسية هنا من نجينا في السودان هنا ما نأتي إلى المدرسة السمانية حصل لها احتواء يقول جون أوفول بترجمة القدال كتاب تاريخ الختمية إنه حصل لها احتواء بعض دفاع الشيخ عمر الطيب الاحتواء يعني شنو؟ يعني اندفاع القويدي حصل له احتواء وغفت حصل صراعات بداخل الشيخ عمر الطيب ابراهيم الدسوق الخليفة والشيخ نور الدائم حصل خلافات بين خلفاهم الغرشي والتوم والبصير يعني ليست خلافات مع الدولة التركية المصرية التي نشأت في السودان ولكن باستيلاء بسنة السبعين تحديدا 1870 وموت جميع أولاد الشيخ عمر الطيب وبروز الأستاذ محمد الشريف مميز علماء السودان ونقيب الأشراف وغائض النهضة الجديدة في العالم الإسلامي وأحد أنبه الذين ظهروا في تلك الفترة مع شخصيات جديدة يعني لا يكاد يكافئ إلا الأمير عبدالقادر الجزائري أو أحمد الشريف السنوسي هذه الشخصيات التي كانت وكلها الشخصيات التي ذكرناها هذه كانت مرشحة معهم شخصيات علمائية جمال الدين الأفغاني محمد عبدو محمد ظافر المدني علي السويدي النقشبندي والشخصيات دي كلهم كانوا مرشحين ليكونوا خلافاء العثمانية في داخل اسطنبول يعني نجيبهم بعد النزاع الطوراني التركي القومي أنه نجيب حل آخر من خارج تركيا نجيب ناس من داخل العالم العربي لأنه مكون عثماني نعم كان أستاذ محمد الشريف نعم ولذلك مدرسته التي ظهرت لمذكراته التي كان يكتبها ودروسه التي انبتغ منا شخصان أساسيا نعم الشخصان هما محمد أحمد المهدي وقام بثورة واضحة سياسية واضح أنه تأثير أستاذ محمد الشريف الشخصية الأخرى بتأثير آخر وبذكاء وبحنكة وبحكمة ورؤية عسكرية وتجارية واجتماعية هو الزبير رحمة منصور الشاهيني النعمابي الجمعابي الزبير باشا رحمة الجمعابي الجمعي من الجيلي وتلميذ السادة الطيبين وتلميذ أستاذ محمد الشريف بشكل خاص ابن عمه فده ضم جنوب السودان الذي فصروه الآن إلى يوغندا وضم ضم غرب الإغليم دافور كله وأصغط مملكتها وتلميذه وابنه والضابط في جيشه ورابح الزبير ضمت شاد جميعا ومملكة البرنو إلى غرب حير التشاد إذا كان المصريون الذين كانوا يدافعهم والإنجليز في ذلك الوقت زوان إسماعيل باشا يفهمون جيدا أو العثمانيين أيضا في زمن سلطان عبدالعزيز وسلطان عبدالحميد ومبعد لو كانوا يفهمون لجعلوا السودان مملكة لوحده إمارة تابعة لهم لو كان عندهم أصبحت مماليهم يدافعون الإنجليز في غرب حير التشاد مع الترنسيين ولا يدافعونهم في مورة وفي بحر الطيق وفي معناه هذه رؤية سياسية نعم رؤية سياسية نعم صحيح صحيح طيب لو سألنا سؤال ما الذي بقي الآن من هذه المدرسة الخلوة يستمر وطبعا فيها شيء أساسي لازم نذكره هناك شخصيتين أساسيات موظيفون لابد أن يحدده الإخوة السمانيون الطيبيون بالشكل الخاص أستاذ عبد المحمود ورؤيته يعني كان رؤية من الكلام هذا أستاذ محمد الشريف أقوم وابن عمهم الآخر أستاذ بشخصية أساسية الشيخ قريب الله أبا صالح أستاذ عبد المحمود يبدو أنه كان موضوع من موضوع الخلافة سلبي يعني السلبي ليس ضده يعني لا أعرف أن أعد في اللي حاجة نعم يعني وقف مع المهدية بشكل أو أخر نعم وقف ضد أخوه يعني هذا ما تقوله الأحداث بشكل واضح نعم ولكن الأسباب اختلاف في الرؤى طيب الشيخ قريب الله هو مولود بعدهم بقليل 1865 وسلك الطريق على عبد المحمود الشيخ عبد المحمود والدعمه ولكن في فترة آمضة جدا في تاريخ الشيخ قريب الله بالنسبة لنا يعني كتاب الشيخ حسن الفاتح الدكتور حسن الفاتح طريب الله عن جده الشيخ الغريب وأثر في الدعوة الإرشاد في سنوات ما واضح علينا يعني بعد ذلك الشيخ ليب الله ذهب وأخذ الطريقة الخلوثية طريقة أباءه نفسه من بكر الحداد العدوي في حلة بني عدي أو قرية بني عدي عن فتحل الحسني عن أحمد عن أحمد الصاوي عن الدردير عن نصطف ليش؟ ما هذا الطريقة نفسها طيب أخذ الطريقة من محمد ناجي أبو العزايم حينما كان بالسودان واضطبط مع شخصيات أخرى في داخل السودان وخارج السودان نعم ووجدناهم في الحجاز في 1811 في بيتي في مكة يعني هناك نشاط الشيخ غريب الله هو نشاط مختلف قليلا ولكن أنا أقول أنه كان مرتبطا بغذية الشيخ السيد علي المرغني السيد علي المرغني كان من النباهة بما كان يعني أدرك أن حكم الأشراف في الحجاز سينتهي ارتبط بالقضية المصرية بالقضية المصرية تماما واتحد معه بعد ذلك يأتي العباسي محمد سعيد العباسي محمد الشريب عم الخليفة الشيخ عبد الرحيم ارتبط أيضا بالقضية المصرية ودرس في كلية حربية المصرية وديوانه طافح بالسياسة يعني ديوانه ليس ديوانا صوفيا ديوان سياسي اجتماعي أدبي القصائد الصوفية قليلة يعني تقريبا تشطيله لقصيدة أبو مديان وغيره لكن قليل جدا ولكن الديوان في مدايحه في رثاؤه في قصائده في مصر في رؤيته لي مصر افتمت بالقضية المصرية فأنا اعتقد بأنه يوسف الهندي كان قضيته واضحة من قضية الخلافة طوالي ماشى بعد سغوط الخلافة في 1824 ذهب الى الحجاز وبايع الملك حسين وقاتل معه وقاتل معه ابن عبد الحمان ومعه من عبد الحظيم حسين خليفة طيب الاخرين في السودان ماذا فعلوا وجاء راجعا بعد ذلك يبدو لي بعد وعلى ذينار كان لا يزال في القضية تحت الخلافة مع مع الاستانة تماما ولذلك قاتل فيها الى ان قتل ولذلك الاتراك اليوم يجددون في مدحفه ومسجده طيب ما الذي بقي ما الذي بقي ما الذي بقي يبدو لي بعد 1824 وثقوط الخلافة السودان حكماء انه الشيخ عبدالباقي حمز النيل نعم والشيخ عبدالقادر الجيل والاستاذ العباسي والسيد عبدالرحمان وأبونا الشيخ الدرديري والدوليف وأولاد اسماعيل الولي بعد السيد المكي والشريف يوسف الهندي كلهم ادركوا بان هذه غاشية على العالم الاسلامي واستكنوا داخل انوارهم وداخل خلاويهم لعمل اجتماعي كما حدث الامام السجاد علي ابن الحسين عليه السلام بعد مقتل امام الحسين في زمن يزيل ابن معاوية ومقتل عبدالله ابن الزمير والهزيمة كعبة انو هذه غاشية يجب ان نستعد لها استعدادا اخر ولذلك بدأ تكوين الاحزاب وتكوين الخلاوي من جديد حتى السادة الادالة الموجودين هنا والسادة الاخرين الذين جاءوا من احفاد عثمان دانفودي في مايرنو كلهم ادركوا بان هذا الوقت لا يمكن العمل فيه لانو الاوروبيين انتصروا وهزموا الخلافة العثمانية واسسوا سايكس بيكو اليوم حقيقة اسمح لي بيخلم لي ويزيل الخليفة اسمح لي بانه منذ ذلك الوقت من 1898 صغوط المهدية و الى 1956 لم يظهر السمانية في المظهر السياسي ليش؟ لانهم يعتذرون يعتذرون للسودانيين عن افعال الدولة المهدية والدماء التي سفكتها والسودانيين ايا كان حذينين من المسألة دي وحساسين بذلك توقفوا لم يستطي احد تحريك الجانب السياسي هذا اقوله انا مجاهد ابو المعالي بدراسة وتأني ان الخليفة الشيخ عبد الرحيم الحالي ليتفق معه اخوته اهله طريقته بقية الشيوخ في السودان لا يختلفون انما الان يقوم بالدور السياسي لجده الشيخ محمد الشريف ولجده الشيخ مدطي بشكل واضح فيه تحالفات السياسية مع الانغاز قبلها مع السيد محمد عثمان قبلها معه الفترات الاتحادية الان في الفترة الانتقالية معه الى غير ذلك من يعيد هذا الدور انا افتكر ان الشيخ عبد الرحيم الان نتفق معه نختلف نجح فشل انما يقوم بهذا الدور وهذا اهم شيء يعني لم يستكن الى السلبية وانا اشيد بهذا الدور ونحن نشيد بهذا الدور لكن شيخنا نحن مر على زدنا في ما اشكال لا بد هذه المسألة همة من بلاة الحلقة ابن الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ محمد صالح ابن الاستاذ محمد الشريف ابن الشيخ نور الدايم ابن الشيخ عحمد الطيف يقوم بالدور السياسي الذي كان يجب ان لا تنفق عنه الثمانية يصيب يغطي يصل الى نجاحات لا يصل هذا الدور هذه الحركة التي سيحكم عليها التاريخ وانا احنا الان المعاصرين له هذين اخوانه اصحابه تلاميذ نستفيد منهم يمكن ان لا نحكم عليه احكاما صحيحة نتركه للتاريخ ليأتي ان شاء الله بعد قيلين من يقدر دور الشيخ عبد الرحيم والشيخ محمد صالح وان شاء الله سينصفه التاريخ ونحن نقدر دوره الخليفة شاكرين لك بوجودك سيدنا الخليفة ولا ننسى شكرا مشاهدين الكرام نحن في هذه الحلقة في بيت اخونا شيخ النور ودعربي حفيد الشيخ النور ودعربي راجي الريبة شكرا له على هذه الاستضارة المسلم البكري وشكرا لسيدنا الخليفة البقحي محمد صالح حفيد المسلم محمد الشريف وشيخ مجاهد ابو المعالي على ان نلتقيكم مشاهدين الكرام في توتيق اخر طبعا كلنا واحد على نلتقيكم مرة اخرى ولهم يعني باع طويلة سلام عليكم الله تعالى شكرا الله تعالى تجد في الحجرة كتاب مرغوم تجد في الحجرة كتاب مرغوم ايه فيه جداولة الكشف عموم ناديهم اهل المكتوب ساروا بطريق الغوم ناديهم اهل المكتوب اذكر باريك باريك وابعد شيء شطانا اكل عباريك ناديهم اهل المكتوب وهوى الأمارة العياري وهوى الأمارة العياري ما يتردوني أبدا أقطع طريق ناديهم أهل المكتوة أساروا بطريق الغوم ناديهم أهل المكتوة قدم طلباك لمدير الصحابة غلباك ناديهم أهل المكتوة يعمل لك أدوية في علبا يعمل لك أدوية في علبا لا علاج الخمرى وشين طلباك ناديهم أهل المكتوة أساروا بطريق الغوم ناديهم أهل المكتوة أعلى للفساد أصحاب الطب وأمرى الحساب ناديهم أهل المكتوة أمراض القلب مع لا يساوة كد أمراض الغلب مع لا يساوة والحاصلي ونقاص وكساد لاديهم أهل المكتوة ساروا بطريق الغوم ناديهم أهل المكتوة أسدق من هاي طرق الجيل أمنوراً وهاي ناديهم أهل المكتوة سمعني الغوم بحراً هاي سمعني الغوم بحراً هاي أيوة طيب طاب بهل من هاي ناديهم أهل المكتوة ساروا بطريق الغوم ناديهم أهل المكتوة أسدق من هاي طرق الجيل أمنوراً وهاي ناديهم أهل المكتوة سمعني الغوم بحراً هاي سمعني الغوم بحراً هاي أيوة طيب طاب بهل من هاي ناديهم أهل المكتوة ساروا بطريق الغوم ناديهم أهل المكتوة أيوة طرق الجيل أمنوراً ناديهم أهل المكتوة هذا الشيخ عوض الله خزاين سر أقرأهم جملة ولاد فسير ناديهم أهل المكتوة ساروا بطريق الغوم 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 ناديهم أهل المكتوة اشتركوا في القناة